السهل الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم يوم جديد حلقة جديدة السادسة أهلا وسهلا بالجماهير نادي الأهلي اللي إن شاء الله معادها يوم الجمعة مش هيكون بس مع مباراة الأهلي وسيمبا المنتظرة في آخر جولات دور المجموعات في بطولة أفريقيا لكن الحقيقة كمان هيكون معادنا مع شكل جديد الحقيقة لملعب الأهلي والسلام اللي يمكن ما خدش وقت كتير عشان تبدأ مرحلة جديدة في تطويره وعندنا كلام كتير جدا طبعا في حلقة النهاردة هنتكلم على مطش الأهلي وسيمبا هنتكلم كمان على أخبار محترفين في الخارج هنتكلم كمان على الشامبيونز ليج جولة أولى مبارح بين الليفر والريال وبين من سيتي وبروسيا دورتموند والنهاردة طبعا بي أس جي مع باير منشن وبورتو مع تشيلسي لكن خليني زي ما قلت لحضراتكم الخطوة التانية ويمكن بشكل سريع جدا في تطوير ملعب الأهلي والسلام زي ما أعلنت طبعا شركة استادات الوطنية لإدارة المنشآت الرياضية كلمت عن الشكل الجديد للستاد الأهلي والسلام وده يمكن بيحصل قبل استضافة ماتش الفريق اللي جاي قدام سيمبا التنزاني والمقرر إن شاء الله أنه يتلعب يوم الجمعة في ختام مرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا الملعب هيظهر بشكل جديد جماهي النادي الأهلي هتشوف الملعب بشكل مختلف تماما بعد يمكن أقل من سنة تقريبا على تسلومه من شركة استادات الوطنية اللي بالتأكيد طبعا بتبزن مجهودات كبيرة جدا وتتولى ملف الوحدة الاقتصادية مع النادي الأهلي الشكل جديد فيه عدد كبير جدا من الاختلافات عن الصورة اللي شفناها قبل كده عدد مهم جدا من الرسائل المعبرة عن قيمة الخلع الحمراء في مصر وفي قارة إفريقيا بجانب زي ما حضرتكم هتشوفوا كده عدد من أشهر العبارات المستوحى من جماهير النادي الأهلي العريض كمان عايزة أقول إنه الشكل الجديد ده يعني فيه حقيقة ممرات خاصة بذكريات النادي الأهلي الكبيرة الذكريات الكبيرة سواء محليا أو قريا أو عالميا وده حصل علشان الهدف منها أنها يتخلد اللحظات الرائعة بنسبة للنادي الأهلي في الوقت كمان اللي بتستمر فيه أعمال إنشاءات طبعا المقصورات الفي آي في بجوار مدرجات الدرجة التانية ودي المواجهة للمقصورة الرئيسية اللي هتكون متاحة قدام كل ضيوف نادي القرن بعد الخروج من أزمة كورونا طبعا وفتح الملعب لاستقبال الجماهير كمان العميد محمد مرجان أكد طبعا نائب رئيس مجلس إدارة استادات الوطنية إن الشركة بتواصل العمل على مشروعات الوحدة الاقتصادية لنادي الأهلي الساعية إن هي تأكد ريادة النادي العريق ووضعه على سلم العالمية في كافة الجوانب مش بس الرياضية خطوات كتيرة يمكن ترجمة ده يعني شوفنا ده بيحصل طبعا زي ما حرارتكم شايفين في ملعب الأهلي ويا السلام اللي تقريبا من حيث الشكل أعتقد نهاردة بنشوف ملعب مواصفات عالمية بنتكلم كمان على تطوير قناة النادي الأهلي بنتكلم على افتتاح فرع أو النادي الأهلي لأسر اللي حرارتكم شفتوه أول روافد النادي الأهلي في صعيد مصر ولسه الحقيقة خطوات تانية جاية كتير خليني أقول لحرارتكم كمان أنه في الفترة المقبلة أعتقد كتير من الحاجات اللي هتظهر للنور أعتقد شراقة اقتصادية قوية جدا بين عملاقين